أهلا بكم في الدرس الثاني الوحدة الثالثة في هذا الدرس سوف نتعرف على وحدة النظام والذواكر وحدة النظام في الحاسب الآلي System Unit تتكون من مكونين رئيسية أولا المعالج ثانيا الذاكرة الرئيسية الرام المعالج كما تشاهد عبارة عن شريحة إلكترونية تمثل عقل الحاسب الآلي ويتم تثبيتها على اللوحة الأوم أو الماذربورد مكونة من آلاف الدارات الإلكترونية متناهية الصغر والمصنعة من مادة السيليكون الذي هو مصدره الرام يقوم المعالج بمعالجة البيانات وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية الذاكرة رام هي وحدة التخزين الرئيسية في الحاسب وهي ذاكرة عشوائية يمكن الوصول لأي عنوان داخلها مباشرة للتخزين عليه من خلال عنوانه ما هو المعالج؟ كما شاهدتم يمكن تعريف المعالج بأنه عبارة عن شريحة إلكترونية مصنعة مادة السيليكون وتحتوي على آلاف الدارات أو الإي سيز الإلكترونية والموصلة باللوحة لهم كما شاهدتم المدربورد تقوم باستقبال البيانات ثم تقوم بعملية المعالجة وإخراج هذه البيانات على شكل معلومات أو عمليات منطقية بالإضافة لقيامها بعمليات الحسابية والمنطقية يوجد داخل المعالج ذاكرة داخلية تسمى ذاكرة الكاشي أو الكاش ماموري وهي ما تكون أساسية داخل المعالج نفسه أو تكون ذاكرة ثانوية داخل اللوحة الأوم أو مركبة على اللوحة الأوم الهدف من الذاكرة التسريعية أو الذاكرة الكاش ماموري هي عملية تسريع البيانات وتخزينها ونقلها داخل أجزاء أو وحدة المعالجة المركزية المعالج السابق يتكون داخليا من وحدتين رئيسية الأولى وحدة التحكم وتتولى التحكم بمسار البيانات داخل المعالج وتنسق العمل بين الزاء بالإضافة إلى التأكد من سلامة التعليمات من وجود أخطاء العنصر الثاني أو الوحدة الثانية هي وحدة الحساب والمنطق وتقوم بعمليات الحسابية والمنطقية ومن ثم تقوم بإجرائها وحفظها من أنواع المعالجات المعالج السابق معالج انتل ومعالج ايم دي وغيرها سرعة المعالج نستطيع قياس سرعة المعالج بالهرتز أي عدد الدورات التي ينجزها المعالج في الثانية كمثال لدينا سرعة المعالج 3.6 جيجاهرتز تدل على أن هذا المعالج يستطيع معالجة 3.6 بليون عملية في الثانية البت طبعا قدرة المعالج تقاس بالبت أي عدد المسارات المستخدمة في إنجاز كل دورة سابقة ويوجد أنواع عديدة لدينا 32 بيت 34 بيت وكذلك 128 بيت في الوقت الحاضر الذاكرة الرئيسية طبعا تتكون من وحدتين رئيسية ذاكرة الوصول العشوائي أو الرام كما سبق شرحها هي ذاكرة random access memory وسميتها شوائية لأن زي ما ذكرنا سابقا يمكن الوصول لأي عنوان داخلها والتخزين داخله من أنواعها الـ DDRAM الـ DRAM الـ SDRAM وكلها من أنواع الذاكرة الرام نوع الثاني ذاكرة الروم وهذه الذاكرة تقوم فقط بعملية الكراءة نستطيع الكراءة من خلالها لا يمكن الكتاب عليها والسبب لقيام المصنع بالتخزين عليها ولا نستطيع الكتاب عليها من أنواعها الروم الـ B-ROM الـ E-B-ROM وغيرها من الأنواع هذه الصورة توضح نوعين نوع الروم والرام طبعا هنا مقارنة بين الذاكرتين ذاكرة الروم والرام ذاكرة الروم نستطيع نخزن فيها المعلومات المرة واحدة وزي ما ذكرنا من قبل الشركة المصنعة نستخدمها للاسترجاع المعلومات منها كذلك يتم التخزين بشكل دائم خلالها نوع الثاني ذاكرة الروم نستطيع الكتابة وتخزين المعلومات باستمرار من قبل المستخدم العادي كذلك تستخدم للكتابة وقراءة واسترجاع المعلومات المخزنة عليها كذلك تقوم بتخزين المعلومات فقط أطناء العمل عند انقطع التيار الكهربائي مثلا تفقد كل مكوناتها ومحتوياتها أشكركم وألتقيكم في الدرس الثالث شكرا شكرا